الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد معكم علي بن مصطفى خلوف أهلا بكم في حلقة جديدة من هذه السلسلة مختصر تفسير البغوي ومع سورة جديدة ألا وهي سورة المطففين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين يعني الذين ينقصون المكيال والميزان ويبخسون حقوق الناس الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون وإذا كالوا للناس أو وزنوا لهم ينقصون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ألا يظن يستيقن أولئك الذين يفعلون ذلك ليوم عظيم يوم القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم يقوم الناس من قبورهم لأمر رب العالمين ولجزائه ولحسابه كلا إن كتاب الفجار لفي سجين كلا ردع أي ليس الأمر على ما هم عليه فليرتدعوا وتمام الكلام هاهنا لفي سجين معناه لفي حبس وضيق شديد وما أدراك ما سجين ليس ذلك مما كنت تعلمه أنت ولا قومك كتاب مرقوم كتاب الفجار مرقوم أي مكتوب فيه أعمالهم مثبتة عليهم كالرقم في الثوب لا ينسى ولا يمحى حتى يجازوا به وين يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا أي لا يؤمنون ثم استأنف فقال بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون معنى الآية غلبت على قلوبهم المعاصي وأحاطت بها كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون كلا يريد لا يصدقون ثم استأنف فقال إنهم عن ربهم عن رؤيته لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم لصال الجحيم لداخل النار ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون هذا هذا العذاب كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم هذا بيان الكتاب المذكور في قوله إن كتاب الأبرار لفي عليين أي مكتوب أعمالهم كما ذكرنا في كتاب الفجار يشهده المقربون يعني الملائكة الذين هم في عليين يشهدون ويحضرون ذلك المكتوب إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون ينظرون إلى الله عز وجل وهذا مقابل لما وصف به أولئك الفجار تعرف في وجوههم نظرة النعيم إذا رأيتهم عرفت أنهم من أهل النعمة مما ترى في وجوههم من النور والحسن والبيض يسقون من رحيق مختوم يسقون من رحيق خمر صافية طيبة مختوم ختم ومنع من أن تمسه يد إلى أن يفك ختمه الأبرار ختامه مسكن وفي ذلك فليتنافس المتنافسون فليتنافس المتنافسون أي فليرغب الراغبون بالمبادرة إلى طاعة الله عز وجل ومزاجه من تسنيم أصل كلمة السنام من العلو يقال للشيء المرتفع سنام ومنه سنام البعير عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون أجرموا أشركوا يضحكون وبهم يستهزئون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا مر المؤمنون بالكفار يشيرون إليهم بالأعين استهزاء وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا انقلب الكفار إلى أهلهم انقلبوا معجبين بما هم فيه يتفكهون بذكرهم وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسل عليهم حافظين يعني وما أرسل المشركون على المؤمنين حافظين أعمالهم أي لم يوكلوا بحفظ أعمالهم فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون فاليوم يعني في الآخرة الذين آمنوا من الكفار يضحكون إذا اطلعوا من الجنة إلى أعدائهم وهم معذبون في النار ضحكوا على الأرائك ينظرون ينظرون إليهم في النار هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون قد جوزي الكفار جزاء استهزائهم بالمؤمنين ومعنى الاستفهامها هنا التقرير إذا كنتم تستفيدون من مثل هذه المقاطع فيسرني أن تخبروا بها من تحبون والدال على الخير كفائله فيسرني كذلك وتواصلكم ونصائحكم وأسأل الله لنا ولكم التوفيق والسعادة في الدنيا والآخرة هذا وصلى الله وسلم ومبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين